على سياق آخر تلقى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا مساء اليوم اتصال هاتفي من الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وأوضح أيضا المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق أول عبدالفتاح البرهان أعرب للسيد الرئيس عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث قطاري سهاج بيأكد سيد عبدالفتاح البرهان تضامن السودان حكومة وشعب مع مصر وداعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان الله يرحم الجميع من جانبه عبر فخامة الرئيس عن التقدير لأخيه الفريق أول عبدالفتاح البرهان لحرصه عن تقديم التعازي في ضحايا الحادث وبيأكد فخامة الرئيس خصوصية وقوة العلاقات اللي بتربط بين البلدين والشعبين الشقيقين